بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن بلان اه الجديد معنا اللي هو الابي اي بلان رقم خمسة وخمسين برضو احنا ما زلنا في اللي بتستخدم معه لازم بيعندي اتنين والحالي اللي معنا دي اللي هو بقى الجديد انه غير مضغوط يعني ايه غير مضغوط شرحناها قبل كده يعني هيبقى بفر يعني ضغط السائل اللي ما بين الاتنين اقل من الضغط اللي هيهرب عليه بمعنى ان لو الميكانيكالسي اللي وراء الامبلر سرب اللي هيحصل انه هيجيب علينا هيطلع على هيختلط مع السائل بتاعنا ده ومش السائل اللي هيروحه على وراء الامبلر تمام يبقى بانه بانه يبقى اسمه بفر طيب الخمسة وخمسين هو سائل غير مضغوط لكن جاي من مصدر خارجي هيدخل جوه البام ويخرج منها تاني. ادي اهو ادي المصدر الخارجي تاني المصدر الخارجي اهو ده خلجون نضافه خد كل اللي يكون بارده وطلع راجع على المصدر الخارجي تاني نشوف كده البلان شبه البلان الاربع خمسة وخمسين شبه اربعة وخمسين لكن ايه الاختلاف نشوف الاختلاف ان هنا بريشرايز ف54 كان بريش رايز لكن في 55 ام بريش رايز يعني فرق الضغط تمام كده طبعا 54 بما انه مضغوط فمش هيطلع علي اي تسريب خالص لو الميكانيكا لسيل ابتدى يسرب اللي هيحصل ان السائل اللي ما بين الميكانيكا لسيل هو اللي هيدخل وراء الامبيلر جوه الترومبا لكن في 55 الى حكس السائل اللي حوالين الامبيلر لو الميكانيكا لسيل سرب هو اللي هيطلع علي طيب شكل الخزان اللي هو المصدر الخارجي لايختلف عن اللي شرحناه قبل كده خالص نفس الشكل في عندنا بقى ترومب بخزان وفي بامب البامب دي بتسحب بتودى على مبادل في عندي نراجع الفيديو اللي فات هنلاحظ انها شرحنا فيه البريش الرجوليتور والتي سي بي اللي هو البلف اللي بتحكم في طريقة حرارة السائل وهل يستخدم يعمل بايباس على الكولر ولا يعني هل يعدي الكمية كلام الكولر ولا نصها ولا جزء منها يقديه وبعدين يطلع من الكولر يروح على الميكانيكال سيل تاني آآ اه دي الشكل بتاعنا بيبقى الخزان وفي ايه الترومبا وفي مجبوعة فلاتر ويخش على الميكانيكال سيل ويرجع تاني يعني يدخل الميكانيكال سيل بعد ما دخل ما طلع من التانك بالبامب ورجع من الميكانيكال سيل على التانك دي دايرة مغلقة يبلغى الاكسترنال فورس بتاعنا وقلنا ان هو يعني ضغطه اقل من الضغط اللي وراء الامبيرر بتاعت الميكانيكال سيل البامب ومسميه في الحالة دي اسمه بفر تمام كده ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم على بلايان واحد وسبعين اشتركوا في القناة